مرحبا و تحياتي لجميع من أشهر أدباء إنجلترا في القرن العشرين وصاحب شخصية جدلية شخصية محيرة شخصية معقدة وساخرة على الرغم من أن هذا الرجل كان واضح كل الوضوح كان صريح صريح بصراحة قد لا تجدها بهذه النسبة أو بهذه الكيفية إلا عند القلة القليلة والنادرة من الكتاب والأدباء فستجد أن هذا الرجل طيب يعلن وبصراحة بصراحة تامة أنه ملحد أنه لا يؤمن بحياة بعد الموت يعلن وبصراحة بأن الوجود يبعث على التشاؤم ومع ذلك أيضا يعلن بأنه يحب الحياة ويعشق الحياة وبأنه سيحيى بأكبر قدر من اللذة والمتعة والسعادة أيضا يسخر وبصراحة من كل المثاليات من كل ما يطلق عليها اسم المثاليات أو يقال عنها مثاليات طبعا ليؤكد بالمقابلة على أننا لا على أن الإنسان أناني بطبعه الإنسان نفعي بطبعه حتى عندما يمارس الإنسان فعل أخلاقي ما فهو لا يقدم عليه انطلاقا مثلا من واجب أو من ضمير أو من حس إنساني مشترك إلى آخره لا وإنما يقدم على هذا الفعل من أجل منفع خاصة من أجل مصلحة شعصية لا أكثر ولا أقل أيضا يعلن هذا الرجل بصراحته المعهودة بأن القوانين والأخلاق وجدت للضعفاء من الناس في حين أن للأقوية أخلاق خاصة ولعالمهم قوانين خاصة بهم وهكذا أتحدث هنا عن الأديب والكاتب والروائي والمفكر والناقد والكاتب المسرحي الإنجليزي الكبير سومرسيت موم موم المولود في سنة 1874 في باريس في العاصمة الفرنسية حيث كان والده المستشار القانوني في حينه للسفارة البريطانية طبعا ولد لعائلة نبيلة لعائلة ثرية كان والده دبلوماسي كانت أمه من محبي الأدب لبل أقامت في باريس من مثل صالون أدبي كان يجتمع فيه أسبوعيا نخبة من أهل الأدب والفن في باريس وكانت امرأة جميلة جدا امرأة فاتنة ساحرة لدرجة أنقيل بأنها لربما أجمل امرأة في باريس في تلك الفترة من الزمن لكنها توفيت بعد ذلك بالسل وكان عمر موم فقط ثماني سنوات وتركت وفاتها أثر وصبى عنيفة جدا في داخل هذا الصبي الصغير يعني لزمته طيلة حياته ولتكتمل المصائب توفي والده أيضا بعد سنتين من وفاة أمه أيضا بمرض السرطان هذه المرة فبتالي عاد إلى إنجلترا وعاش هناك تحت رعاية عمه القصيص كان عمه رجل دين وكان متشدد بشكل أو بآخر في طفولته عانى سومرست موم يعني كان ضعيف لنقل ضعيف على المستوى الصحي أو كان معتل الصحة بشكل دائم تقريبا عانى أيضا من صعوبة في النطق أصيب أيضا بمرض السل وهكذا نشأ مريضا متوحدا خجولا ومنطويا على نفسه بعدها بعمر الـ 18 التحق بالجامعة ودرس هناك الفلسفة والأدب وتعلق بمحاضرات هيجل تحديدا وإمانوال كانت وشوبنهاور وأيضا بفلسفة النفعية الإنجليز وأيضا كان يعشق أدب أبسن المسرحي بالإضافة طبعا إلى الكبير الخالد شكسبير وفي هذه الفترة فترة الجامعة تخلى موم عن إيمانه الديني وأيضا في هذه الفترة بدأ بالكتابة وبالتالي قرر أن يغدو كاتبا لكن سنجد أن عمه القصيص رجل الدين رفض الأمر لأنه كان يريده أن يكون كمثله يعني رجل الدين فهنا وبعد أخذ ورد كبيرين لنقل اختار موم حل وسط تمثل في أن يدرس الطب بدلا من الكتابة الأدبية وبدلا من الالتحاق بسلك اللهوت أو الكهانوت وفعلا التحق بالجامعة وتخرج طبيبا وبدأ العمل في مستشفى القديس سانت توماس وفي الواقع تجربة العمل في هذا المستشفى تحديدا لأنه كان يرعى أبناء الطبقة الفقيرة في لندن فهذه التجربة عرفته على الكثير من مآسي الطبقة الفقيرة أو الطبقات المسحوقة فتحت عينيه على ما تعانيه البشرية من شقاء ومن ألم وعلى هذا الضعف الكامن في الطبيعة البشرية وفعلا استوحى من هذه التجربة قصة أولى رواياته وهي بعنوان ليزا أوف لامث التي ذاعت وحققت شهرة كبيرة جدا وعلى أثر هذا الانتشار لهذه الرواية الأولى طبعا لنقل عادة توجيه نفسه مرة أخرى لترك مهنة الطب والاتجاه مجددا نحو عالم الكتابة وفعلا في هذا العمر في حوالي منتصف العشرينيات خلاص استقلنا بنفسه عن عمه وفعلا بدأ بالكتابة وبدأ بالنشر وقاده عمله ككاتب إلى ترحال كبير جدا جال من خلاله لنقل في الكثير من دول أوروبا والعالم يعني حتى وصل إلى آسيا إلى أقاس آسيا وأقاس أمريكا الجنوبية وأيضا زار إفريقيا وعدد من الدول العربية أحب مراكش بشكل جنوني كما يخبرنا في مذكراته لكنه أيضا وبشكل خاص جدا كان يعشق ثلاثة أمكنة فأحب إسبانيا وعشق باريس لكن أولا وأخيرا ظلت لندن لنقل حبه الأول والأخير طيب بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى طبعا تم تجنيده في الجيش لكن تخيلوا أن سومر سموم هذا الأديب والكاتب الكبير عمل جاسوسا عمل جاسوسا لصالح المخابرات البريطانية طبعا وتم اختياره لهذه المهمة لكونه كاتب كاتب معروف في حينه ويستطيع أن يتنقل من بلد لآخر وأن يدخل إلى أماكن ربما ممنوعة على غيره من الناس من دون أن تحوم من حوله أي شبهات وفي أثناء هذه الخدمة كجاسوس طبعا كلف بمهمات رسمية كما يخبرنا كان لديه مهمة في جينيف في سويسرا أيضا في الشرق الأقصى وحتى أنه يعني ذهب إلى روسيا في مهمة رسمية وهكذا إلى أن انتهت الحرب فهنا وبعد انتهى الحرب جرب جرب الزواج فيعني كان هذا الزواج لنقل فاشلا يعني انتهى بسرعة لكن ترك له ابنة ابنة سماها ليزا على اسم بطلة روايته الأولى وفي الواقع لم يتزوج بعدها مهم أبدا لبل ندم على زواجه وأصبح من دعاة عدم الزواج أصبح مناهض لفكرة الزواج من الأصل وفي الفترة الممتدة ما بين نهاية الحرب الأولى وبداية الحرب العالمية الثانية كانت فترة المجد لمهم توسعت شهرته الأدبية ككاتب وروائي وتحديدا ككاتب قصة قصيرة وطبعا حققت أعماله سواء الروائية أو المسرحية شهرة كبيرة جدا وأيضا أرباح ضخمة وبالتالي وصل إلى حياة الثروة التي كان يعني يأمل أن يصل إليها فبالتالي عاش حياة الترف عاش حياة الثروة يعني مثلا اشترى فيلا على البحر فيلا ضخمة على البحر تقع في منتصف الطريق بين مدينة نيس ومونتي كارلو وكانت مصممة على طراز الأندلوسي طبعا اشتراها بمبلغ ضخم جدا وكان يقيم فيها الحفلات الصاخبة بشكل دائم لأصدقائه من عدباء من أهل صحافة من كتاب فنانين شخصيات عامة شخصيات معروفة أثرياء رجال أعمال وحتى سياسيين يعني بما فيهم إن أردتم رئيس وزراء إنجلترا في حينه تشيرشل الذي زاره شخصيا في الفيلا برفقة زوجته وفرش سومرس موم هذه الفيلا كما يقال بأغلى أو من أغلى ما يكون وأتى بهذا الأثاث يعني من عدة بلدان لبل زينها بلوحات فاخرة بلوحات فنية أصلية طبعا لأسماء لرسامين كبار جدا لفنانين عالميين يعني كمثل بيكاسو كمثل جوغان مثلا مونيو وآخرين وهكذا إلى أن دلعت الحرب العالمية الثانية طبعا كان موم هنا في قمة مجده الأدبي وانخرط في حركة إعلامية وأدبية مناهضة للنازية وكان حادا جدا ضد النازية لدرجة أن قابل طبعا وزير الدعاية النازي الشهير أدرج اسم موم في قائمته السوداء طبعا انتهت الحرب وبعد الحرب أو في الواقع أثناء الحرب توجه إلى أمريكا واستقر فيها بعد الحرب واستمر هناك في إنتاجه الأدبي طبعا قبل أن يعتزل الكتابة يعني هكذا إلى أن توفي في سنة 1965 وكان عمره 91 سنة طبعا بعد أن حقق شهرة عظيمة جدا وثروة أيضا كبيرة جدا وبالمناسبة فموم أوصى قبل وفاته بأن لا يصلى عليه بأن لا يسج في كنيسة بأن لا يحضر مراسم تشييعه أي رجل دين تماما كما أوصى نيتشي يعني شقيقته إليزابيت أيضا أوصى بأن لا يصلى عليه بأن لا يسج في كنيسة بأن لا يحضر تشييعه أي رجل دين وأيضا أوصى بأن تحرق جثته جثته بعد وفاته طبعا ترك موم أعمال كثيرة جدا ومن أهم أعماله هناك مثلا العبودية الإنسانية وأحيانا يترجم العنوان إلى عن عبودية الإنسان أيضا له القمر وستة بنسات حد الشفرة رواية شهيرة جدا طبعا رواية ليزا أوف لامث أيضا الليدي فريدريك عندما كنت جاسوسا وغيرها وعدد كبير آخر من الروايات المعروفة إضافة طبعا لعشرات القصص القصيرة ومجموعات قصصية متنوعة وفي الواقع قصص موم القصيرة لربما هي السبب الرئيسي أو السبب الأكبر إضافة لمسرحياته في شهرته الواسعة فموم كان متمكنا من هذا الفن الأدبي لدرجة أن البعض أحيانا يقارنه بتشيكوف الروسي وموباسون الفرنسي أيضا ترك حوالي 32 مسرحية وأيضا كتب أعمال أخرى تناولت مواضيع مختلفة منها مثلا دراسات مهمة جدا وعميقة جدا في النقد الأدبي تناولت شخصيات أدبية كبيرة جدا أسماء كبيرة جدا كمثل دوستيوفسكي طولستوي، بالزاك، ديكنز وآخرين أيضا لديه كتب ورسائل عن رحلاته المكوكية المختلفة في أرجاء العالم أيضا لديه مذكرات وخواطر شخصية أهم أن أردتم كتاب بعنوان الخلاصة هذا الكتاب الذي عرض فيه لأرائه وأفكاره وفلسفته الخاصة في الحياة وطبعا نال سومرس موم العديد من الجوائز والأوسم التقديرية وكان محطة نقل تكريم وتقدير في كل مكان كان مثلا يصل إليه وشكرا وإلى اللقاء